بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة ان شاء الله هعمل خلطات التوابل لجميع عنواع الأكلات لرمضان ولغير رمضان هتبقى جهزة معاكي أي أكلة تحب تعمليها هتغدي معلقة حسب رغبتك في كمية البهار يعني هتبقى معاك البهارات جهزة أي وصفة تحب تعمليها هتغدي منها معلقة وكده أنا وفرت عليك وقت ومجهود طول شهر رمضان وهعملك النهاردة عشر خلطات لجميع عنواع الأكلات اللي ممكن تستخدميها طول شهر رمضان أو غير شهر رمضان وطبعا يا جماعة أنا جبت الخلطات دي من بتاع البهار اللي أنا جبت منه محل البهارات اللي أنا جبت منه الطوابل اللي فاتت وهو الديني التركيبة بتاعة كل خلطة يعني هو عنده الخلطات دي جهزة بيباعها ومعرف اللي أنا عندي قناة فقلت له فداني الأساسيات اللي بتتحط في كل خلطة يعني هتغدي الأساسيات اللي بتتحط في الخلطات اللي احنا بنشتريها من عند العطارين نجي بقى الأول خلطة معانا وهي خلطة المحشي ودي لغنى عنها أنا بقولك أسام البهارات الأساسية اللي في كل الخلطات أنت بقى عاوزة تزودي زودي عاوزة تضيفي حاجة أضيفي أنا بقولك الأساسيات نجي بقى أول خلطة خلطة المحشي معلقة كبيرة من القصبرة معلقة كبيرة من الزنجبيل معلقة صغيرة من الكمون معلقة صغيرة من النعناع الناشف معلقة صغيرة من الزعتر معلقة صغيرة من البقدونس المجفة في الناشف هقلمهم كويس على بعض وحطوه في برطمون واكتب اسم الخلطة عشان ما تلغبطش نجي بقى لبهارات الفراخ اللي بنشتريها من بره بقد كده دي الأساسيات يا جماعة عاوزة تزودي حاجة زودي معلقة كبيرة من الكركم معلقة كبيرة من الكاري معلقة صغيرة من الفلفل الأصمر نص معلقة صغيرة من الطوم البودر والبصل البودر معلقة كبيرة من الزعتر معلقة كبيرة من الكزبرة معلقة كبيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من الجنزبين هقلمهم كده على بعض وبرضه حطهم في برطمونات في البرطمون واكتب اسم البهار علي نجي بقى البهارات اللحمة عندي معلقة كبيرة من الكمون معلقة كبيرة من الكزبرة معلقة صغيرة من الكبابة الصينية معلقة صغيرة من الحبهان معلقة صغيرة من جسد التيب معلقة صغيرة من القرنفل معلقة صغيرة من السماء معلقة جنزبيل معلقة صغيرة من الكاري ومعلقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من الكركم هقلبهم برضه على بعض وحطهم في برطمون واكتب عليهم عشان ما تلعبطش كده بهارات اللحمة دي الأساسيات يا جماعة نجي بقى لبهارات السبع بهارات اللي بنجيبها من بره عندي معلقة كبيرة من فلفل الأصمر معلقة كبيرة من الكمون معلقة كبيرة من الكزبرة معلقة صغيرة من البابريكا نص معلقة صغيرة من جسد التيب نص معلقة صغيرة من القرنفل ومعلقة صغيرة من الحبهين هقلبهم برضه على بعض وحطهم في برطمون نجي بقى لخلطة البرياني والحاجات الجفة خليها على جنب ولم الحاجات بس البودر حطيها في برطمون عندي معلقة كبيرة من الفلفل الأصمر معلقة كبيرة من الكزبرة حبة لومي نص جستكتيب معلقة صغيرة من القرنفل أربع فسوس من أربع أوراق من ورق الغور نص معلقة صغيرة من الزعفرون نص معلقة صغيرة شطة معلقة جنزبيل وعندي عود إرفة وطبعا زي ما انت شاف الحاجات اللي هي الجفة خليها على جنب الليب البودر بس على بعض نجي بقى لخلطة المندي عندي معلقة كبيرة من البابريكا وعندي عشر فسوس من المصمار اللي هو القرنفل وعندي معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الفلفل الأصمر ومعلقة صغيرة من القرفة ومعلقة كبيرة جنزبيل ومعلقة كبيرة من الزعطر وعندي نص معلقة صغيرة من الرونفل قلبتهم بقى على بعض كده وحطهم في برطمون وابدأ أشتغل الجزء التاني من الخلطات انا كده قلبتهم كويس كل خلطة قلبتها كويس وحطتها ببرطمون زي ما قلتلك وكتبت عليها ده الجزء اللي فات من الخلطات قلبتهم كل واحدة قلبتها كويس جدا وحطتها وكتبت عليها عشان ما اتلغبطش والحاجات الجفة زي القرومفل أو اللومي أو جست التيب أو القرفة حطتهم لوحدهم تاني في العلبة عشان بحطهم ساعة الاستخدام دي بس الحاجات اللي انا قلت تاقل الحاجات البوضة اللي انا هستخدمها نيجي بقى نكمل بقى الخلطات اللي عندنا وكده جماعة يكون لم تلوكوا النهاردة جميع أنواع الخلطات اللي انتوا عاوزينها لو انتوا عاوزين بقى الخلطات في خلطات كتير قوي جدا لسه فيه كفتة وفيه للشاورمة وفيه للمكارونة وفيه للسجوء فيه خلطات كتير لو عاوزين بقى الخلطات اكتبوا لي في التعليقات قول لي عاوزيني الجزء التاني وانا هنزلك بقى الخلطات دولة عشر خلطات في الأكلات اللي غينا عنها في رمضان فيه بقى اوتلك الخلطات التانية الإضافية زي السجوء والبورجر والسلطة فيه خلطات صراحة كتير قوي صراحة أنا جبت لكم قلت لكم السر من بتاع محل البهرات يعني الحاجات دي الأساسية اللي بيستخدموها في المحلات عندهم يلا بقى عشان أقول لكم باقة الخلطات دي كده خلطة المشاوي يعني هتستخدميها معاك في أنواع حاجات اللي هتشويها بالزبط عندي معلقة كبيرة من الكزبرة النشفة معلقة صغيرة من الإرفة معلقة صغيرة من الحبان اللي هو الهيل معلقة صغيرة من الطوم البودر معلقة صغيرة من البصل البوتر وعندي معلقة من الزعتر اللي هو الأغدر الفرش وعندي معلقة صغيرة من السماء وبيديني طعم حلو جدا يا جماعة في المشويات بتاعتي ومعلقة صغيرة من الإرفة ونيجي بقى للي هيديك الطعم بتاع بره والسر اللي أنا جبته اللي هي معلقة كبيرة من بودرة سوس ابن مجلاس هي دي يا جماعة اللي بتدي طعم جدا حلو أول المشاوي وطبعا ما فيش منها سيف أنا جبت منها كيس هي زي البودرة كده بتاخدي منها معلقة كبيرة على أي نوع شوي يعني ممكن تاخدي منها معلقة على أي حاجة أنت حابة تشوية ودي كان خلطة المشاوي اللي عاوزة تشوي أي نوع أكل أنت بتفضلين كده عملنا خلطة المشاوي هقلبها مع بعض وحطها ببرطمون وتبقى جاهزة للي استخدام كده أنا خلصت خلطة المشاوي نيجي بقى لخلطة الكبسة طبعا فيه حاجات هقول لك علي أنا ما حدطهاش لأن الطبق كانت ملة ومش لقيه مكان فهقول لك علي وهنا وأنا بقول لك دي معلقة كبيرة من البابريكة وعود من القرفة ومعلقة كبيرة من الكاري ومعلقة صغيرة من الكركم ومعلقة كبيرة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الجنزبين ومعلقة صغيرة من جسد التيب وعندي معلقة صغيرة من الفلفل الأصمى وعشر فصوص من المصمار المصمار اللي هو القرنفل وعندي أربع ورقات من ورق اللورة وحبة لمون طبعا ما كانش فيه مكان فأنا قلتلك عليهم كده خلصنا خلطة الكبسة نجي بقى لخلطة الشاورمة يعني دي أساس الشاورمة عندي معلقة كبيرة من الجنزبير وعندي معلقة كبيرة من البابريكا وعندي معلقة كبيرة من الكمون ومعلقة كبيرة من الكسبرة ومعلقة كبيرة من الفلفل الأصمر ومعلقة صغيرة من السماء ومعلقة صغيرة من الكبابة الصيني ومعلقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من الحبهان ومعلقة صغيرة من القرنفل وكده وعندي معلقة صغيرة من جسد التيب كده أنا عملت كل أنواع الخلطات زي ما أنت شايف أقلبهم كويس على بعض وحطهم في برطمون نيجي بقى للخلطة الأساسية لناس كتير بتستخدمها تشاهر رمضان خلطة الطعمية دي أساسيات الطعمية أنا حطيت السمسم الأبيض وحبة البرقة بدينا طعم جدا مش عاوزة تحطيهم بلاش الأساسيات بتاعتها معلقة جبيرة كزبرة معلقة صغيرة فلفل أصمر معلقة صغيرة بابريكا معلقة صغيرة قمون دي أساس الطعمية عازة بقى تحطي الحبة البرقة والسمسم دي حاجة ترجعلي نيجي بقى للتوابل اللي بتتحطي في الشربة الأساسيات الشربة مع البصل والقوطة والجزر والطموتي دي الأساسيات عندي أربع ورقات من ورق الغار اللي هو الرولو وأربع فصوص من المصمار وشوية من الفلفل الأصمر الحص الحصة وشوية من الكزبرة واثنين حبة من الحبهين يعني حبتين بس تكفية قوي على الشربة التعديل دي الأساسيات لأي شربة أنت بستخدميها بقى مع الإضافات وطبعا السوسات اللي ورا دي سوس البابريكيو وجفس الرمان وخل البلسانك ده بنستخدمه هقولك استخدماته إيه طول ما احنا بعمل وصفات في القناة هقولك أنا بستخدمه لأنه بتحطي مع التوابل كل ده يعني هتعملي شاورما هتشاو هتعملي حاجات مشوية بتحطي معلقة من السوسات دي التلاتة يعتبر هما بيدوكي نفس الطعم بس بيختلف من حاجة لحاجة يعني أنت مثلا الفراخ المشوية بتحطي خلي البيسانك الشاورما بتحطي سوس دبس الطم أنت بقى حسب رغبتك أنا هقولك وإحنا شغالين في القناة اللي نوع السوس اللي هتحطين وطبعا أنا خلصت كل البهرات كلها بتاعتي وحطيتها في البرطمونات وكتبت عليها عشان ما تلغبتش هتقولي لي إيه كمية البرطمونات دي كلها هقولك بقى دي البهرات اللي أنا تحنطها معاكي زي اللي هي الروزماري والمستيكا وحبهان البودر والرنفل الحاجات اللي أنا تحنطها معاك عشان بيبقى لها استخدام تاني لأي أكلة تبقى لوحدها بعيدا عن الخلطات والنعناع والزعتر اللي ناشف والزعتر الأغطر وطبعا هناك الطم البودر والبصل البودر والبابريكا والكركم وطبعا العلب اللي هناك دي أنا حطى فيها الحاجات اللي هي الناشفة زي القرفة وجست التيب واللومي والحاجات اللي هي السليمة والكبابة الصينة الصيني اللي أنا هستخدمها في الشربات يعني حطى لكل حاجة لوحدة عشان ما تلغبتش دولة البودرة الخلطات بتاعت الأكل لكن الحاجات السليمة اللي هي تاعت الكبسة بتاعت الشربة هستخدمها وكده يا جماعنا النهاردة جمعت لكم أكبر فيديو لجميع عنواء الخلطات اللي ممكن تستخدميها طول شهر رمضان وزي ما قلتلك لو أنت عاوزة خلطات تانية أو حاجات تانية لجميع عنواء الخلطات زي ما قلتلك اكتبي لي في التعليق وأنا أعملك باقة الخلطات كلها للمقارونة والبورجر والكفتة وحاجات كتير قوي يعني فيه خلطات كتير يا جماع وطبعا النهاردة لو الفيديو عجبك اعملي بقى لايك حلو للفيديو واكتبي لي تعليق واشوفي عاوزة الفيديو اللي قلتلك عليه ولا لأ ويريد تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وكل سنة وحضراتكم طيبين مع السلامة اشتركوا في القناة